احنا يعني في الصلاة بنجي ندعيله مش عارفين ندعيله بالوفاء ولا حتى بالرجوع فبكون عندنا مأساة في صيغة الدعاء مع الله عز وجل اوحش فترة حواليخ 40 يوم طول الحرب ونحن كل ما قلنا فيه شهيد مش مع مجهول الهوية روح نجري نشوفه ولا مش هو لا مش هو احيانا بحس احساسي ان الولد مستشهد واحيانا بحس بقولها كودي لعله عسى انه يجينا خبر انه الولد طيب دولة الاحتلال لم تقم بواجبها في التحقيق وتبيان حقيقة مصير هؤلاء لذلك انا اعتقد انه هذا واجب يقع على عدد سلطات الاحتلال الاهل المفترض ان يتابعوا ان يواصلوا متابعة من خلال المحامين لكشف كنه او سر اختفاء ابنائه اسرائيل تريد معلومات عن مفقودها في قطاع غزة مقابل ان يكون هناك معلومات عن هؤلاء المفقودين